السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارب تكونوا بخير. موضوع النهاردة بتكلم عن كافية قاطع الانترنت عن التطبيقات. بمعنى لو بتسدم بيانات الهاتف وعاوز تحافظ على الباقة بتاعت الانترنت. فانت بتحدد التطبيقات اللي مش عاوزها تشتغل وانت فتح بيانات الهاتف وبتفصل عنها النت. او لو عايز تفسر نت عن بعض التطبيقات المحاسة. مسلا لو انت بتلعب لعب معاينة زي بابش. وعايز تفسر نت عن التطبيقات المحاسة عشان ما حد تشيرلنا عليك وانت بتلعب او ما يزهرش لحد انك فاتح نت. او لو عندك اطفال بيستخدموا تطبيق اليوتيوب كتير. وعاوز تفسر نت عن تطبيق اليوتيوب فقط بعيز تقلل استخدمك عن نت. عن طريق تطبيق بتاع الشرحينا النهاردة هتقدر تفسر نت عن اي تطبيق الجهاز. وفي اي وقت. الشرح ده طبعا مخصص لناس اللي بتستخدم الجهزة اندرويد فقط. يعني لو جهازك ايفون فالشرح ده مش ليك. عشان ما تروش عليكم تعالى نبدأ الشرح. قبل اي حاجة يكون شاكليك رامة الشرح للقناة بتاعتي وفعلت وزر الجرس عشان يصبح كل جديد. الخطوة اللي بعد كده هروح للتطبيق بتاع النهاردة طبعا هكون سعيب لك رابط التطبيق ده تحت الفيديو. اول ما تسبت التطبيق من الجوة البلي بيظهر معك بالشكل ده. فالخطوة اللي هتعملها هتروح تفتح التطبيق. وبعدين هتدي له الصلاحيات او الوزونات هتدوس على انا اوافق. وهتستنى لحد ما التطبيق يحمل. عشان تشغل التطبيق فانت بتدوس على اعلامة التشغيل دي اللي جنب الدرع من فوق. وبعدين بيقول لك ان التطبيق يستدم شبكة محلية فانت بتدوسه على حسنا عشان توافع الوزونات. وبعدين تدوس على السمح دائما. وبعدين حسنا. هيحاولك لصفحة تانية اللي هي صفحة تحسين البطارية دي من الخطوة دي مش مهمة فهترجع. بيظهر لك هنا كل التطبيقات اللي الموجودة على الجهاز. فانت بتختار التطبيقات اللي انت مش عاوز تشغل ان انت عليها مسلا. طبعا هنا بيظهر لخيارين جنب التطبيق. زي مزاهر قدامكم. جنب التطبيق والس اللي اعمال في واي فاي وفي داتا. الواي فاي ديت لو انت عايز تفصل انت على التطبيق اسناء تشغيل الواي فاي. والداتا ان انت تفصل عن التطبيق اسناء تشغيل الداتا طبعا. فانا طبعا مش هغل الواي فاي الوقتي فهفصل النت عن تطبيق اسناء تشغيل الواي فاي. وبعدين حاجة افتح التطبيق الواتس كده اللي انا فصلت عنه النت. وهجرب ابعت رسالة. شوف هيبعت معي ولا لأ? انا بعدت رسالة هوت. زي ما انتو شايفين الرسالة مش شرعة تتبعت. عشان طبعا انا فاصل النت عن التطبيق. طبعا لو انت بتستدم بيانات هاتف. فانت بتفصل النت على التطبيق برضو من هنا. تمام? كده انا فصلت اه النت عن التطبيق وهوت خالص. والرسالة مش راضية تتبعت. عشان انا نفصل عنها النت. فهرجع طبعا اشغل اه قدي الصلاحيات اشل القاطع من على التطبيق الوقتي. هلغي ده كده. هلغي التفعيل بتاعه. وهلاحز ان الرسالة على الوقت سهي اتبعتت. بدون اي مشاكل. عشان طبعا انا لغيت القفل من على التطبيق الوقتي. عندك طبعا كل التطبيقات الموجودة على الجهاز ممكن انت طبعا تختار التطبيق اللي انت مش عايز تستخدمه. وتفصل عنه النت. بالشكل ده كده. هنا بيديك الخيارين برضو زي ما شرحت لك. انت بتفصل عنه اسناء تشغيل الواي فاي او بتفصل عنه اسناء تشغيل الداتا. زي ما انتو شايفين كده. وبكده يكون انتهى شرحانا النهاردة. ارجو ان تكون صفحات مشترح. استعمال شاشتراك للقناة وتفعل زر الجرس وتعمل لك الفيديو. شكرا.